أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه لا يمكن أن تستمر مساعي السلام السورية في ظل استمرار الرئيس بشار الأسد في السلطة وفي مقابلة على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة قال أردوغان أن الجماعات المتطرفة بدأت بالانسحاب من المنطقة المنزوعة السلاح في محافظة إدلب حتى وإن أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن المسلحين المتطرفين بدأوا بالانسحاب من المناطق العازلة في إدلب ومحيطها تنفيذا لاتفاق سوتي بين تركيا وروسيا إلا أن هذا لا يعني أن الألغام أزيلت من أمام تطبيق هذا الاتفاق لبل يبدو أن أفخاخا جديدة بدأت توضع أمامه مهددة بتعقيده إن لم يكن بنسفه آخر الألغام الموضوعة أمام اتفاق سوتي أربعمائة مقاتل من تنظيم داعش أعلن المرسد السوري لحقوق الإنسان أن النظام السوري نقلهم الأحد من منطقة البوكمال القريبة من الحدود مع العراق إلى الريف الشرقي لمحافظة إدلب لم يتضح ما إذا كانوا دخلوا إلى إدلب أم لا كما لم يتضح ما هي الصفقة التي أفضت إلى نقلهم إلى ريف المحافظة وفي حين أفد بعض التقارير بأن نقل مقاتلي داعش سيقابله الإفراج عن الدروز الذين يختطفهم التنظيم في السويداء رجحت صحيفة التايمز أن يكون الهدف من نقل مقاتلي داعش إلى إدلب عرقلت إقامة المنطقة العازلة وتبرير عملية عسكرية ضدهم في المحافظة مصادر في المعارضة السورية حذرت بدورها من أن نقل مقاتلي داعش يأتي ضمن خطة لإيران والنظام لتفخيخ اتفاق إدلب وتغيير المعطيات على الأرض من أجل تبرير العودة إلى الخيار العسكري أو لتفجير إدلب من الداخل في اقتتال بين داعش وباقي الفصائل وبالتالي تهيأت الظروف لدخول النظام إلى المحافظة وكان فيصل المقداد نائب وزير الخارجية السوري وجه ثلثة رسالة لكل من يعنيه الأمر كما قال جاء فيها نحن قادمون إلى إدلب حربا أو سلما فهل بدأ الانقلاب الفعلي على اتفاق السوتش حول إدلب والأهم ماذا عن حقيقة موقف موسكو وهل يمكن أن يكون النظام السوري نقل عناصر داعش إلى إدلب من دون موافقة روسية أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن خطة السلام التي تعدها إدارته لتسوية النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين والتي سيتم الكشف عنها في غضون أربعة أشهر ستكون متوازنة للغاية وبعيد ساعات على إعلانه للمرة الأولى منذ دخوله البيت الأبيض تأييده حل الدولتين قال ترامب أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق أعتقد أن الدولتين سترايان النور حتى وإن كان ذلك صعبا بعض الشيء ترجمة نانسي قنقر